تصعد ميليشيا الحوث الإرهابية من انتهاكاتها بحق السجناء والمختطفين والمخفهين في مختلف سجونها ومحتقلاتها السرية وتمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي والذي أودى بحياة العشرات من المحتقلين دون معرفة أهاليهم ولا زال المختطفون يتعرضون لانتهاكات صارخة دون التفاتة أممية إلى هذا الملف الإنساني الذي حولته الميليشيا إلى ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي مركز الخليج لحقوق الإنسان وفي تقرير حديث أكد تعرض المختطفين لانتهاكات قاسية وتعامل حوثي بشع في سجن صرف الواقع في مديرية بني حشيش وهو سجن يتكون من غرفة ضيقة لا تتجاوز مساحة الغرفة الواحدة عشرة أمتار وتحوي حماما بداخلها ومع ذلك تزج فيها بأكثر من عشرة سجناء في حين أنها لا تتسع لأكثر من أربعة سجناء كأكسى تقدير التقرير أشار إلى أن المختطفين في سجن صرف لا يتواصلون مع أهاليهم كثيرا وكونهم من محافظات بعيدة كمحافظتي ريمة والحديدة ولا تتمكن أسرهم من إدخال الغذاء والدواء لهم فالميليشيا تمنع عنهم إدخال الملابس الشتوية مما جعلهم عرضة للبرد القارس كما أن الزيارات التي تقوم بها الأسر يحددها مزاج إدارة السجن وغالبا ما تكون شهرية أو كل ثلاثة أسابيع المركز دعا الميليشيا إلى الالتزام بالقواعد الدنيا التي حددتها الأمم المتحدة لمعاملة السجناء وخاصة فيما يتعلق بالزيارات والسماح لهم باستلام الملابس التي تقيهم برد الشتاء وتقديم الرعاية الصحية والقضاء على اقتضاف الزنزانات ووجه دعوة بإطلاق صراح جميع السجناء في سجن صرف وبقية السجون الحوثية فورا دون قيد أو شرد وهو ما لم تأخذه ميليشيا الحوذي بعين الاعتبار منذ ست سنوات